اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم الشخير عالم الانفولزن والحنجرة والحقيقة النهاردة عايز اقول لكم انه فيه ما يسمى بالدائرة المفرقة او اللغة البسيطة بتاعت الناس البسطاء كلمة مهمة او بنقولها بلك دواخين يا لمونة ايه بقى دواخين يا لمونة ولا الدايرة المفرقة انسان بيشخر طبيعة الحال اكسجين اللي داخل جسمه اثناء النوم قليل والنوم ده شيء معقد وعجيب جدا جدا النوم بيحصل فيه ريكافوري لحاجات كتير النوم بيحصل فيه افرازات لبعض الهرمونات التصحية في الجسم هرمون نمو بيطلع اثناء النوم كل البروسيجلندين مدادة الالتهابات بتطلع اثناء النوم فالنوم ده وقت ريكافوري ريكافوري يعني استعادة للجسم لحالته الطبيعية مهم جدا ما يعرفوش كويس ما يعرفش قيمة النوم اللي بلعبوا رياضة بعد بتلعب رياضة ثم اما خبوط ورجلك دي فيها ورم ودي فيها قلم ودي فيها التواء ودي فيها العضرة دي فيها شد وبتاع تاخد دوش هتنام بعد ما تصحى من النوم هتلاقي حاجات كتير من اللي حصلة في جسمك اتحسنت ده لو نومك كويس لو الاكسجين بيدخل جسمك كويس اذا ما كانش الاكسجين بيدخل جسمك كويس الا يحصل بصوا بقى مفيش اكسجين هتصحى من النوم مرهق متعب لانه مفيش ريكافوري حصل عضلاتك ما حصل لهاش الارتخاء المناسب لانه مفيش اكسجين دخل فحتقوم عايز تلعب رياضة او عايز تعمل اي مجهود مش قادر انا ما نمتش ما استراحتش والجملة المشهورة يا اخي انا ما خدتش كفاية من النوم انت نمت بقى لك 8 ساعات بس ما خدتش كفاية من النوم قمت تعبان قمت تعبان مش قادر اروح شغله ومش قادر ابيز المجود لما روحت اعادت على المكتب مش قادر اتحرك حواليا وخلصت بقى لاني تعبان ومرهق فعايز اروح بسرعة اروح بسرعة مفيش مش رايح النادي مش قادر العب صاحبك بيكلموك يلا في حاجز كورة مش قادر انا ما نمتش كويس امبرح فمروح انت نمت بس ما خدتش اكسجين كويس فإن لي يحصل وزنك يزيد النهاردة هتنام تاني اكسجين مش هيدخل تاني فتاني يوم هتصل حتعمان برضو فمش هتعمل اي اكتفتي ولا اررياضة فبرضو وزنك هدقي زيد فزيادة في الوزن هتؤثر على دخول الاكسجين في جسمك لانها هتتراكم الزيادة في الوزن على مصار الهوى واتخن اللسان واتخن مش عارف ايه وتخلي المجرى الهوى نفسه فيه مشاكل والرقبة فيها دهون فهتلاقي نفسك كمان بتشخر اكتر وما فيش اكسجين اكتر وما فيش حركة تاني يوم اكتر وفيه برطة اكتر وفيه نوم اكتر وبالتالي كل ده بيخليك بقى تلف في دائرة مغلقة زي ما انا قلت في الاول ودواخيني يا لمونة لمونة دواخيني بس هو السؤال هكثر اصلح الشخير ولا خسس نفسي وانا وزني زيدة ولا صلح الشخير ولا خسس نفسي فالشخير هتصلح ولا صلح الشخير فانا هبدأ ادخل اكسجين كويس وبالتالي هبدأ اكتفتي بتاعتي توبة كويسة وابدأ العب رياضة وابدأ اخس معك اسئلة تدور في هذه الدائرة المسيرة جدا والمخيفة جدا ضيف العزيز واحد من القادرين على الاجابة بحرفية عالية جدا عن هذه الاسئلة القيمة العلمية القديرة والاسم اللامع الاسئلة الدكتور هشام ابراهيم استشاري الانفو الازر والحجرة دكتور الانفو الازر والحجرة والعلاج بالليزر والزمالة الجمعية الاوروبية للشخير وامراض النومة الاسئة الزائر بمستشفة ريال كيرب الخرطوب اهلا بيك يا دكتور الشخير اهلا يا دكتور اهلا يا دكتور ايمن منوروا دكتور مشكرك قول لي بقى الدائرة الوحشة دي نعمل فيها الحقيقة مقدمة مثيرة جدا انا نفس الحقيقة يعني يعني عثرتني جدا بالكلام الحلو لكن هو فعلا الوزن والشخير معادلة صعبة جدا 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 بدرجة ناس كتير جدا بتبقى فعلا وزنها زيادة والعجيب ما بتشخرش وناس بتبقى سمارت وسلم ويعني وزنه 70 كيلو بشخر جامد جدا جدا وانقطع نفس عشان كده الحقيقة المعادلة ما بين الشخير وما بين الوزن الزائد معادلة شائكة معادلة شائكة ليه لان احنا العيان بيجيلي العيان بيجيلي صاحب الوزن الزائد اول سؤال بيسأله لي طب ما انا يا دكتور بدل معا طبعا بعد ما بكشف عليه بعمله الفحوصات وكل حاجة بقوله عمليا اول سؤال بيسأله لي طب يا دكتور انا لو نزلت وزني هل لو نزلت وزني الشخير والخنقة هتتحسن طبعا ما كنت يعني المفروض الاجابة هقوله لأ لكن انا فعلا اجابة لأ لان انا لو ما كانش قلت له عملية يبقى كان اجابتي لأ روح نزل وزنك لان فيه عيانين فعلا بتجيلي اقوله روح نزل وزنك ولما هتنزل وزنك الشخير هيتحسن شوية هو السؤال السؤال ازاي نحكم على المريض ان هو عيان شخير عمل وزن ولا وزن عمل شخير دي الحقيقة ما بتجيش الا بعد لما العين بيجي والعين بيعمل بنعمله الفحوصات كاملة وبنكشف عليه وبنشوف مجرى التنفس بتاعه شكله عامل ازاي خلينا نتكلم كلام علمي ليه لان انا لو خدت من الجزء بتاع تخصص بتاعي تخصص الشخير اي عيان هيجيلي وزنه ازاي دي اقوله لا تعالى دي احنا نعمل لك العملية الشخير وهتتحسن والوزن هو بسبب الشخير لكن لا علميا لا علميا لازم اكشف عليه الاول لازم اشوف مجرى التنفس بتاعه شكله عامل ازاي عندنا كمال المعادلة اللي هي بتاعي البي ام اي البي ام اي بالزبط كده الوزنة معامل كتف الجسم بالزبط كده معاملة مهمة جدا عندنا عشان اقدر احسب العين دوا اولا داخل تحت اي كاتيجوري من السليب ابني او من قطاع النفس تحت اي هل هو عين يعني اوبرويت ولا نورمل ولا اوبيز زي برضو المعادلة اللي قدامنا كده زي الوزن ولا سمنة زيادة مفرطة عشان كده الفحوصات عندنا فحوصات اساسية بتبدأ من الفحص الرقبة فحص الفم فحص الانف فحص الاكسجين فحص الطول فحص الوزن كل الكلام ده فحوصات قبل ما المريض بيخشيلي وبعد كده ابتدي اكشف عليه الكشف العادي ثم اعمله المنظر بعد ده كله ابتدي اقول انت محتاج عملية وهل العملية هتنزل وزنك ولا لا ليه بقى السؤال المهم جدا هل العملية الشخير بتنزل وزنك ده سؤال مهم جدا انا مقتنع بالزبط كده ليه علميا علميا بيقولوا كده بيقولوا ان الشخير بيتقال طبعا مش بيتقال علميا العلمي بيقول ان الشخير بيقل الاكسجين وده شيء معروف جدا مش مش ما بقاش سر قلة الاكسجين ده بتلخبط الهرمونات بتاعة الليبتن والجريلن بتوع الجوع والشبع عيان الشخير عيان الشخير السمين المليان مهما بيحاول ينزل من وزنه ما بينزلش يقولوا يا دكتور انا بقى لي سنتين بلعب في اتنين تلاتة كيلو مئة عشرين تلاتين كيلو وكبير وينزل خمسة كيلو مش عارف انزل وزن اقوله طبعا يقولي ليه اقوله عشان حضرتك قلة الاكسجين ملخبط لك هرمونات الجوع والشبع فانت جسمك ما بيحرقش انت جسمك بيحرقش انت جسمك انت بتاكل ولكن عشان ما بتنامش كويس عشان الاكسجين ما بيخشش في جسمك كويس عشان الهرمونات بتاعة الجوع والشبع ملخبطة عندك تصحب تبقى تصلافتك تصحب الليل تاكل وحتى لو مكلتش وزنك ما بينزلش عشان كده العينين دول لازم يتعمل لهم عملية للشخير بعد كده عشان كده انك ما بيقولوش عملية شخير بس ده انا اقوله بعد العملية ما بتتعمل انا بيقول زمك ان انت تبتدي بقى تنزل وزنك بجد ودي بتبقى وعد مني ان انت بعد العملية اي محاولة لتنزيل الوزن هتلاقي ليها نتيجة كويسة ليه وضع وقت ومثال على كده ان اول اسبوع من العملية العين بيخسره بتاع 7 كيلو لوحده الاكسوجين دخل في كل حتة في جسمه طبعا مع الادوية ومع طبعا قلة الاكل شوية في اول 5-6 ايام ومع السترس مع الكلام ده كله بيبتدي الوزن ينزل فاول 5-6 ايام بينزله 5-6 كيلو من العملية عشان كده انا بقول موضوع الشخير وموضوع الوزن دي معادلة معقدة محتاجة يعني حد متخصص جدا في حتة الشخير وعشان يقدر يقول نعمل العملية الاول ولا نأجل ويروح يعمل عملية تكميم ويرجع لي الحالة الوحيدة اللي بقى بنقول فيها نروح يعمل عملية التكميم ويرجع لي انه هو اساسا ما عندوش مشاكل في جهاز التنافس ما عندوش مشاكل في مجرى التنافس منخيره كويسة جدا بيكون شال اللوز الحلق عنده كويس جدا ولكن ولكن بسبب الوزن الزائد زيادة قوي 120-130-150 كيلو بتقلل لي مجرى التنافس فغصبا عندو لازم بقى فيه شوية خنقة لازم بقى فيه شوية شخير لو احنا عندنا مريضة 120 كيلو جاء لنا يعاني من شخير وطبعا 120 كيلو واضح انها سمنة مفرطة نقرر له نعمله الاول الشخير ولا التكميم الاول لاننا طبعا اكيد 120 كيلو في كثير من الاحوال هيحتاج اللي عملي التكميم لكن من الاول الاول ده قرار حكيم لازم يتاخذ بدقة وحكمة عشان نقدر نقرر الاول نعمله عملية ايه وهنعتبر ان هو محتاج عمليتين هنقول ان هو محتاج عمليتين زي ما قلت الحقيقة كده احنا عندنا حالات عندو 70 كيلو وعندو شخير وخنقة وعندنا حالات 120 كيلو عندو شوية شخير كويس كده ومش محتاج عمليات شخير بعد ما بكشف عليه احنا متفقين بقلص دول حالتين مختلفتين لا الحالة اللي حاجة بتقولها حالة هو عندو شخير وخنقة وعندو 120 كيلو مسببين الشخير والخنقة هو السؤال نعمل ايه انا هقول لحضر ابدأ بمين ابدأ بمين انا هقول لحضر المدخل الهواء بس دي كفاية انت عارف حاضرتك احنا المركز المتخصص لجرحات الشخير بيبقى اهم من اهم بلاش اهم من اهم النقاط في نقطة التخدير اه طب مجرد سواء بالضبط كده سواء كان الطبيب التخدير نفسه على دراية وعلى قبرة عالية جدا بحالات الشخير سواء كانت الاجهزة المستخدمة المناظر المستخدمة في حالات نوم العيان بتاع الشخير والخنقة فهو السؤال هل انا السؤال المنطقي اللي اي حد بقى يقدر يستنبط الاجابة العيان ده اخليه يعمل عملية الشخير وسهله مجرد تنفس وسهله مجرد التخدير بتاعه بدون خطورة بحيث انه هو يوم ما بيفوق من العملية بيقدر تنفس كويس مفيش لان العمليات الشخير اهم نقطة فيها واول حاجة بتتحسن ليلة اول يوم العملية الخنقة الخنقة بتروح تمام بنسبة 100% الشخير بيفضل شوية يتحسن تدريجي لمدة مثلا اسبوعين ثلاثة شهر فانا لما وقف له الخنقة بعد اول يوم اعتقد انه هو بعد كده وراح عمل لعملية التكميم بعد شهر او بعد شهرين الامور هتبقى سهلة جدا ده معناها برضو تأثير هرمونات الخارجة من فندس المعدة المباشر على مجرى الهواء ده اكيد اصداي يعني اول يوم يتقصر ومخصش هو لكيلو لسه مخصش اه مخصش هو لكيلو بس بعد عملية التكميم لمعناها انه فعلا هرمونات الخارجة من فندس من قبة المعدة دي هرمونات السمى اكيد اه 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 يعني ده ده شيء طب فيه تجهزات خاصة يعني يعني مريض الداخل مية عشرين كيلو او مية عشرين كيلو وتعملوا عملية اكيد بي زي الستين وخمسة وستين والسبعين اهي انا مش عارس اقول له حقيقة ان حالتنا كلها فوق المية ومية عشرين كيلو اه حالتنا كلها حالتنا كلها كده فانت حقيقة لما تيجي تقول لي فيه تجهزات خاصة لا هو تجهزات العادية بتاعتنا تجهزات العادية بتاعتنا ان حالتنا كلها حالات بتجد الرعاية العادية اللي هي العادية العادية بالنسبة لنا اللي هي الكير زيادة جداً في أي مكان تاني نورت وشرفت و أبداعت ضيف العزيزة و قيمة العلمية القديرة لسوس دكتور إيشان إبراهيم السيشان الأنف والأزن والخنجرة واللالاجب الليزر و زمانة الجامعية الأوروبية للشخير و أمراض النوم لسوس زائل المستشفى روية الكير بالخلطوم نورت الدكتور أهلا بيك خليكوا دايما مع دكتور فقدت طبعا بعاني من خنقف تنفس جامدة وأنا نايم وأنا نايم بالليل طبعا كنت ساعد بقوم من نوم مخنوق و كتير طبعا كنت أم من نوم مخنوق و نتيجة كده ما كنتش وقت براحتي في النوم باللدفة طبعا لصوتش كهير كان عالي كنت بقى شفر بصوت عالي و كان بيبقى نفسي مكتوم و ريئي بقوم ريئي ناشف أه أصداع طبعا صداع جامد يعني في شغلي طبعا أنا ما كنتش بقى مركز برضو طول النهار بقى في إجهات بسبب النوم المتقطع اللي منامه في البيت برضو نفس الكلام الصوت بيبقى عالي اللي علمت عرشة نام فبضطرنا بقى أبعد عنهم و نام بعيد علشان خاطر ما أثرش عليهم برضو يعرفوا يناموا كان يعني تعبني طبعا الصوت والكلام ده فهي العملية فرقت معي كتير فرقت معي في التنفس بقيت أحسن و بتنفس أحسن أنا بروح أجري و بروح جيم فبحس النفس بقى أحسن و أنا نام بالليل معاتش في خان التنفس نصيحة إن اللي يحس بحاجة زي كده يبادر و يروح يكشف و لما يروح يكشف يعني يروح عند حد متخصص يفهم أو يقدر يشخص صحف فبصراحة الأجهزة اللي عنده يعني خلتني بقيت برضو متطمن أكتر الحاجات دي بصراحة طمنتني أكتر لما جيت عند الدكتور هشام طبعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر